بسم الله الرحمن الرحيم ليلة 21-22-1-2024 تعرضت مجموعة من صيادين الأسماك في مدينة القام منطقة كرابلة إلى أطاق نار من قبل مفرزة من الجيش العراقي مما أدى إلى إصابة اثنين من الصيادين بإصالات بليغة وتم نقلهم إلى المستشهى وعلى ذلك فارق الحياة أحد المصابين ومطالبتنا ومناشئتنا إلى السيد رئيس وزراء العراقي والسيد وزير الدفاع العراقي بإنهاء عسكرة المدن أولا وثانيا إحالة الجنات إلى القضاء العراقي لنامع عقابهم العادل وكلنا أمل بسرعة الإجراء وبإحقاق الحق باسمي واسم عشيرة البخالد قبيلة الكرابلة بل وقبيلة الكرابلة جمعا بل وعشائر المنطقة لقضاء القائم الكل بأنهم تنمروا من الحادث اللي يوقع في منطقة الكرابلة قرب جسر الرمانة على قتل أحد السماكة وجرح آخر فعليه نهيب السيد الوزير الدفاع بإخراج العسكر من المدن وهذه أحد من كثير لأمانة كثير من الأحداث جاءت تقع ولكن تحصيل الحاصل آخر ما كان نتيجة بأنه قتله واحد وجرحه واحد وهذا خير شهد فعليه نستذكر هذا وإجراء لازم إجراء القانون يتخذ به وإلا كعشائر الأمانة إذا ما أخذ الإجراء القانون مجراه فعليه إحنا كعشائر نتخذ إجراء عشائري وهي العشائر الأخرى ليصاحب هذا الفعل فعليه نرجو من وزير الدفاع ووزير الداخل أخذ حق هذا المصاب بسم الله الرحمن الرحيم ما عندي إضافة على الأخوة التحدثة بس أناشد سيد الرئيس الوزراء محمد شاعي السوداني وأناشد وزير الدفاع وأناشد قائد القوات الأمنية بكل العراق بصورة عامة يعني بتسليم المجنع عليه إلى القضاء ورفع العسكر من المدن بصورة عامة لأنه هاي الحالة تكررت من أربع سنوات خمسة وجاي صار عدنا قتل متعمد على شارع مية اللي يربط من ناحية الكرابلة وقضاء القاعم وأيضا صارت عندنا حالة قتل على شارع ثلاثين اللي يربط من ناحية الكرابلة وقضاء القاعم اللي هي بنية معروفة أيضا كربولية صارت حالة قتل بها وجاي يصير عدة حالات يعني متكردة من القوات الأمنية الموجودة يعني فلذلك نطالب أخراج العسكر من المدن بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلي محمد أنا كنت أحد صيد الأسماك هم أقربائي ولد خالي ولد خالاتي نازلنا أربع زوارق بالليل الساعة تقريبا عشرة مسائم بالليل من قرب جسر الرمانة نزلنا تعشينا وكملنا وقلنا روح لأهاليتنا انترزق الله بتالي الليل وعدهم علم الجيش وعدهم علم الحشد أنه يعرفون نحنا سماكة وبلاجكتورات مشغلين نحن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة